شهاب برضو عايز يكمل على الآيال وخليفة في الشكل الهجومي لمنتخب الكنغو وزاي نتعامل معك واحد من أخطر اللعيبة اللي موجودة في منتخب الكنغو هو سيدريك باكمبو اللي هو مهاجم نادي جلاتة سراي التركي يعني سيدريك كمان عنده نوع من أنواع الزكاة اللي انت قليل أولا ما تشوفهم في المهاجمين الأفارق مش هتشوفهم طبعا غير في الفتاح اللي كانوا قبل كده زي دروكبا زي سامو الإيتو زي فيكتور أوسمان درواتي مع منتخب نيجيريا فانت بتتكلم في مهاجم بيقدر انه يعمل عملية للسكرين للدفاع بص بص تحرك سيدريك خد العين بتاعة المدافع بتاع منتخب زامبيا وبعد كده خد التيرن هو بدأ انه يتحرك في المساحة في ظهره بعد كده واستلم القرى من ظهره دي ممكن اللعبة دي هتلاب تتكرر كتير يكرر كمان في مطش المغرب وكينك خليفة كانتكلم عنها من شوالا ومشي حالات كلها وراء بعض بتاعة منتخب الهجوم بتاع منتخب الكونغو هتلاقى كل حالات شبهها بعد كريم في الزات في النقطة بتاعت انه سيدريك بيستلم دايما في المساحة اللي في ظهر المساحة نفس الوضع هو سيدريك التحرك يعمل عملية للسكرين للمدافع ويروح عمل التيرن طبعا المدافع بيبقى سرحان مع الكورة وبتتلع فيه بص العصفورة هو بالزبط بيبدأ هو انه يتحرك من ظهر المدافع وياخد في المساحة وعنده برضو نقطة إيجابية تانية بقع فيزبط نفسه على الوف سايت يعني هو مش بيتحرك كمان وبيبدأ انه يسيب المساحة حورا بيتحرك بالعرض ويتحرك مع اللعب الكورة بالزبط فبيبقى ظابط نفسه بشكل كبير برضو استقلال الكورات العرضية عملية الزيادة العدية اللي كان بيكامها تلاتة على تلاتة كل المشاهد للهجوم بتاعت الكونغو هتلاقها كسافة عدية جوا منطقة الجزاء وده بتطلب ايه؟ ان العب بتاع رقم 6 اللي عندك في المنتخب يكون عنده ارتزام دفاعي قوي داخل منطقة الجزاء مش بس واقفه على حدود منطقة الجزاء بيأمن المساحة لا ده عملية زيادة دفاعية مع ارتداد اللي تنينها بزيادة عشان خاطر البكين يدخله في العمك نفس الكورة يا كريم قتلال لونج بس بيتلعب في عمك دفاع منتخب المغرب في الظهر بس هو نزل من تحت رومانسايس هو كان في العمك ما بينهم خد الترني من قدامه ولف خد الكورة في المساحة ممتاز